اشتركوا في القناة 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 مثلاً بتاع الزمالك الزمالك كان بيعرف الزمالك مع المقاصة فيه مساعد اسمه سمير جمال مثلاً كان مساعد حكم فلاقيت صحفي بيقول لي ده فلان ده الحكم اللي انت كنت عاوز تجيبه اللي انت كنت أخذه معك عضو اللجنة بيقول عليه كذا كذا انه ده مثلا طالع عبل كده كان بيحب مثلاً نادي معين نادي الأهلي أو نادي زنفاتولة لا يمكن يقول كده راح كلمه بعد كده قالت وابشوف خالد غندور يقول ليه راح تلع خالد قالها يعني حاجات بص الناس دي بالنسبة لي يعني ما يقصروش معي خالص يعني هما في حتة تانية خالص يعني فلاقيت بقى اللي انت بتقول لي عليها حتة القنوات كل الناس حلولوا في قنوات وانا ما كنت باجي هنا عندك في قناة النادي الأهلي بتقول لي انت شايفه بالضبط وفيه كور كتيرة جداً يعني انا كنت بحلل حالات تحكمية مش بحلل لصالح فرقة أو فريق آخر يعني فدي مرحلة عرفت طبعاً ناسف عرفت الناس الكويس عرفت الناس اللي مش كويسين لانا خلاص ده بالنسبة لي انتهى بالنسبة لي يعني خلاص وهو الخسران على فكرة وهو طلي سامع دلوقتي وزعلان قوي فدي مرحلة يعني بس الواحد كان مستقر بيها كابتن اسلام ان الناس كتير حزرون منه وانا قلت لا هاخده اللي هو الحكم ده وحكم دولي معتزل اه عارف نفسه طلي سامع اه طبعاً اه فبالنسبة لي وخلاص ولا حاجة موضوعه وانتهى يعني لانا عارف اللي جاي افضل طب هو ده كان ليه دور في ان حضرتك ما تكملش ده اكيد اه ممكن ممكن طب ممكن تشرح لنا الاول قبل بحشان انا عصنا بحب اسيب دايماً الانجازات هي اللي نختم بيه بالزبط يعني الانجازات دي حاجة مهمة جداً لان انت اصلا الناس تقولك اي ده حضرتك نفسه بتقولي حقك حقك وتستحقه ولكن خلينا برضو في خلال ال 20 يوم دول انت اشتغلت وبازلت مجهود وكذا 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 ولكن في النهاية ما كنتش رئيس اللجنة الحكية بس انا هقول لحضري باختصار انا ما تم تكليفي من كابتن سرواتسويلم اه قال لي انت بداية شغلك من واحد تسعة تمام بداية شغلك من واحد تسعة مع المسم الجديد تمام ليه من واحد تسعة عشان المعسكرات انا بتديت اعد المعسكرات بتاعت الاتحاد الدولي كان عن طريق كابتن عصامها فتاح وبعد كده عملت المعسكرات اللي هي شغالة دلوقتي اللي انا محدد مكانها اصلا كانت تتعمل فين وبتديت جبت سبونسور خاص بتقنية الفيديو تمام عشان يبتدي يشتغل معايا بعد كده بعدت جوابات لجميع الاندية جميع الاندية عشان نقول لهم التعديلات الجديدة الخاصة بقنون قرط القدم ودي كانت مجانية من المحاضرين الموجودين في الاتحاد وبعد كده بعضت الاتحاد الالماني عشان اجيب طقم سماعات عشان انا فجئت المبارات بتاعتنا بدأت لها بست حكام عما روحت اللجنة فجئت ان فيه اربع سماعات بس بتنزل الملعب مركز معي في دي اربع سماعات وانت عندك ست حكام فطبعا عندك فيه حكمين فيه حكمين مش موجودين فطبعا ده تهريج فاول معرفته الابعات بتوزعه ازاي مين اللي ما كانش معه السماعات الحكم المساعد والحكم الرابع دي طبعا ممكن تشعرف يعني ايه الحكم المساعد شو ما اربع حكام اه يعني عندنا فيه التلات حكام في الملعب التلات حكام في الملعب وحكم الحكم رابع والحكم الخامس حل وفيه حكم رابع حل الحكم الرابع ده ما عندهش سماع حل وواحد من الاتنين مساعدين واحد من الاتنين مساعدين طبعا دي مشكلة حصلت مشكلة جنبه يشاور ولا كان بيعمل إيه بقى؟ أنا بقى ما أعرفش بصراحة فأول ما جيت عرفت إنهم أربع سماعات بس في المباراة ومباراة فيها ست حكام فطبعا ده مش شيء طبيعي فبعدت الاتحاد المصري وعرفت نوع سماع معين وبتديت أرسلهم عشان يجيبوا لنا ست سماعات للمباراة ما نفعش عن ست حكام يلعبوا بربعة يعني أنت كنت برضو معلش عشان أنه قطة دي كانت بالنسبة لي أنا بحس إن الحكم الخامس ده إهدار للمال العام دلوقتي بعد اللي أنا شفته مضبوط فأنتو كان عندكم لسه الفكرة إن أنتو تكملوا لما كنت حضرتك رئيسا للاجندة الحكام إن أنتو تكملوا بالحكام بست حكام برضو في الموسم الجديد بص أنا لو كنت موجود كنت أكمل بستة بس لغاية ما يبقى فيه تقنية الفيديو أوكي بس كان لها نظام تاني النظام التاني لازم الناس الموجودة دي لازم تركز لأن إحنا شفنا بعض الأخطاء يا كابتن إسلام مش معقولة يعني أصاد الحكم الخامس خطأ واضح مش محتاج ولا حكم الخامس ولا محتاج مساعد حكم يعني أنت الحكم ممكن نشوفها من نص الملعب بس طالما أنه فيه حكم خامس أصاد كور كان لازم لازم طبعا مش يشير مطش معين لأ فيه مطشات كتير جيدة عموما أنا كأهلي بأكلم على مطش الأهلي وبيرامد ومطش الأهلي والإنتاج والأهلي والإنتاج بس الأهلي والإنتاج بالمناسبة ومين اللي عينت كابتن جهاد جريشا في المشارك أنا بص كابتن أنا كان مسؤول مني حدك عينت حدك ثانيا واحد لا أنا أكمل حدرتك عينت كابتن جهاد جريشا وطاقم التحكيم اللي معاه في مباراة النادي الأهلي والبيرامد قولا واحدا لا طبعا لأن أنا بدايت شغري واحد تسعة المشارك كان في شهر ثمانية كان في ثمانية أنا بدايت شغري بتبقى مع كابتن سرورم سروة سولة من يعني قولا واحدا حدك بتقول أن أنت لم تعين هو واحد تسعة طبعا هم المين اللي عينهم كان فيك طبعا دكتور عزب أيوة بس هم بعد ما هم عينوه بس بلغوني فلان اللي يتحط في المباراة لأن أنا كنت موجود في اللجنة بس كنت حدك تعترض كان ممكن تعترض ساعتها ما ينفعش ليه أنا كنت لسه جاي والمطش ده خلاص محطوط من الأول تمام يعني حدرتك لم يكن لاب دور لا هم بلغوني عشان ده لا فيه فاتح ببين بلغوك كابتل سمير خلينا نتكلم بس عشان الناس توصل لها المهم لا ما نقلتها خلاص بس حالك لو لو بلغوك لو بلغوك أنا ممكن أبلغك أقول لك إيه يا كابتل سمير أي بلاغ ولكن أن أنا أخد رأيك ده حاجة تاني أولا لا انت عاوز ما نقلت لك لا لا قولا واحد بس خلاص هذا اللي ما عايز أعرف تمام ودي إحنا إلينا من الأول يعني أما طلعت برضو ببعض الناس قلت لهم بوضوح يعني تمام أما أنت بعتني بس ماشي أشير خضري بسك أنا بحب كابتل سمير أصلي فهتعدي ماشي كابتل سمير خلال هذه الفترة كلنا نتكلم على مباراة بيرامدز الحكم الخامس في مباراة بيرامدز الأهلي كان لقوا ضرب الجزاء على الأقل اللي قدام الحكم الخامس واحدة أو اتنين تيقلي لأي لأن الحكم الخامس قضي مفاش خلاف طبعا فهلحظwriting كنت حتستعمل ستة حكام بعد كده برضو ليه يا كابتل ما هو ما بيعملش حاجة مهو برضو بيعمل بيعمل مشاكل بيعمل ماشك لا política برضو بيعمل برضو حاجات إيجابية بيعمل حاجات إيجابية اللي حصل في الобще بيرامدز ما اعتقدش يحصل يعني غير في كل بيت ماتش تحصل حاجة دي تاني وممكن تحصل مع الأهلي وتحصل مع فرق تانية أي ما هو معقول إنما في حاجات تانية فيك حاجات تانية برضو الحكم الخامس كان في الدوري أنقص الحكم فيها. مثلا الكرة عادة خطر مرنى ولا لأ. أنا بقولك بالضيء بصراحة. أيوة صراحة ماشي. أصلحك دي ده خلاص. أصلاحك ده حطيت إيدك في المسؤولية وعرفت. فتقدر تقنعني أقدر أقتنع بكلامك. الحكم لما تقول لي دلوقتي يا إسلام ولا لأ. الحكم الخامس لو هو دور أخطأ في المباراة. مش أخطأ. ده هو وقل لي برضو أولا لأ. أو يعني حالك شايف أنه هو كان الحكم أو طاقم التحكيم كان لو هو دور في خروج النادي بأهلي من هذه المباراة. بص أنا أقول لك الطاقم الحكام في المباراة دي أهمل. أهمل. أهمل في المباراة. أهمل لأن القور سهل. نرجع خبير بقى. توفيق بقى وعدم توفيق بقى بصراحة. بس دي ما أنا أتكلمت معهم كلهم يعني بعد ما ماتش مثلا كلمة جهاد وكلمة طارق طارق أنا قابلته تاني يوم. أنت على طول بتكلمهم ولا بحكم المسؤولية حالكوش لس. ساعتنا خلاص بقى ببحثا معهم من اختبارات وكده. ده اعتمد على ده وده اعتمد على ده وده خطأ. عشان كده بقولك هنا كان فيه نوع من الإهمال مع عدم التركيز الكامل. لأن شيء طبيعي أنت جاي فيه ست حكام في الملعب لازم تيجي تشوف. لأن ما لو ستا ما شابهوش دي مشكلة. بس طبعا مع عدم التوفيق طبعا مع النتيجة طبعا. بس كنت هتكمل بست حكام. كنت هكمل كنت هكمل بست حكام طبعا. لحين يتم تقنيمت الفيديو ليه أنا عاوز أي حاجة كانت تساعدني في إدارة المسابقة أي حاجة. ومش كل يوم هتحصل المشكلة بتاعة الأهلي والبيراميز دي والحكم مش هشوفها. صح. المطش البعده أكيد هيشوفها. تمام؟ قرى داخلت ما دخلتش برضو جيد مسؤولية إيه يا الحكم الخامس. يعني كنت هستغل كل الحاجات المتاحة معي لغاية ما تقنية الفيديو تيجي ونقدر نشتغل بها. وكان بالفعل سيتم تطبيق تقنية الفيديو يا كابتن ولا كان كلام مخلصا؟ صعب قوي يا كابتن إسلام. صعب. انت عارف ليه كابتن؟ شوز عمر الجلالي طلع على الناحيات؟ يقول له هو عاوزه عمر يقول له عاوزه. عمر يقول له عاوزه. صعب. عمر ملاقبش كورة. آه. عمر ملاقبش كورة. مرة طلع قالك مش عارف شهر 11. أحلام. أحلام. هو أول ما طلع قالك كمان شهرين. حلم. اتنين. واحد اسم محمود أبو الرجال والتين اسم مجاد جريشو. بس. الواضيين الرخصة. يعودوا الكل الماتشا. دخلي بقى لك بقى. انت دلوقتي عشان الناس دي عشان تقدر الاتحاد الدولي يديك الرخصة عشان واحد يبقى حكم فيديو. أوكي. لازم أوه. انت عارف دولة الإنجليزية عمل إيه؟ لعب السنة الفاتت كلها أوفلاين. أوفلاين. آه يعني بتجريبة. آه. وبعد ما يخلص الماتشاة. بعض من خلص الماتشاة يعودوا بقى. يشوف حكم الفيديو. انت عملت الكرة دي ايه؟ طب تعالى نرجحها. احنا معشان نعمل حاجة زي دي. حاجة زي دي أول حاجة. لازم الحكام هتصفرهم بره. والناس يجيوا علموك هنا. هتعمل ايه؟ لو جوم علموك هنا. على الأقل هتيجي تعليمه هنا عشان انت عندك هتشاة. فين الأجهزة حير. سيقوني بس. فين الأجهزة اللي عندك. ادي موضوع. يبقى تصفرهم بره. هتصفرهم بره. هتصفر مين عشرين حكم. يبقى هتأجل الدوري. هامو ده لانا بقوله. يبقى لازم لازم قبل ما واحد يطلع يقول قرار بكرة وبحضوا بعض شهر وتلان. اهدوا بس شوية وركزوا وعرفوا دي بتتعمل ازاي. وميلوا الجدول الزمن يبتاحها. طب ليه يطلعوا لك شهرين وبعد فدوري التانية رب تتطرب. طب حضرتك ما يعني. مش عارف أقولها حياتي ازاي ولكن كنت مسكت هو تقال ان انت. لا ما هو تقال ان حضرتك كان ممكن تمسك موضوع تقنية الفيديو ده الواحده. ليك. يعني تبقى انت رئيسه او انت مسؤول عنه او كذا او كذا. بس بس انا خش في الموضوع على طول. انا وانا قعد في الاختبارات تعتلاقها البدانية عمر يكلمني. قال ازايك ساميب تولا ازايك عمر هو بتاع. قال المجلس قاد معنا كلنا وحنا مصممين ان انت تتبقى ايه معنا الموسم ده. مالف الفيديو مالف الفي ار انت مسؤول عنه وهي بقى معكبتن قلت له اه طبعا اه المشكلة لا فيش مشكلة خالصة. خلي بالك بيكلمني فين ده بيكلمني تليفون. مش روح طوله مسلا او بتاع. ده برضا عدم احترفيه بالكامل يعني. قلت له ما فيش مشكلة يا عمر. فقال لي وهي بقى معكبتن جمال عشان هو مصمم انه يشكل اللجنة. قلت له اللجنة ايه. انتفهم ازاي. قال لجنة حكام قلت له ازاي يعني. قال لي هم صمت بمعه قلت له لا انا رقم واحد مش هيبقى رقم اتنين. انا الكلام ده كنت ممكن اقبل اشتغل مع اي حد مش مع غير كابتن جمال بس قبل ما كنا انا متحمل مسؤولية. قلت له يا عمر والله انا كنت متوقع لك تسأل انت عملت ايه خلال الخمس ست ايام ايه التصرفات بتاعتك ايه التصور بتاعك. فطبعا قلت له لا طبعا يا عمر. قال لي لا فكر قلت له ولا اضعي وقتك ولا وقتك خلاص انا ده قرار نهائي. قرار. اه طبعا لان انا جاي كان ليه اهداف ليه مشاريع عاوز اعملها ليه فكر عاوز اعملهم. اول حاجة الورقة زي الوساط حضرتك دي مثلا. بدلات الحكام لادارة موسم 19-20. اه وديه تمت موفقة علامة من كابتن سروات سويلم. ديه تمت 15-8 وديه تمت خلاص. ليه انا زودنا المرتبات دي يا كابتن اسلام عشان تعرف برضو. انا عندي هدف ان انا عاوز اعمل موسم كويس. انا عشان اعمل موسم كويس. وحاسب الحكم كويس لازم ادي له كل اي حاجة كان بيحلم بها عشان اعرف حزبه. اعرف حزبه بدل انتقال وسيلة لمواصلات ملابس كل حاجة تدريب على اعلى مستوى. انا كنت متفق مع ناس برا يجو انا في واحد كلمني اول ما مسكت واحد صديقي في انجلترا. قال لي هنعمل لك معسكر برا لحكام المصيرين في انجلترا. ما كانتش هيكلفني ولا مالين. ولا مالين. كويس جدا. واحد سبونسر. سبونسر. مهدم ضمن الحاجات ان كنت متوقع مثلا عمر يقول لي ايه. انت عملت ايه الفترة اللي فاتت. هو اخد بلك. اللي هو لسوز عمر الجريني رئيس اللجنة. اه اه. وده طوله. طوله عمر تنفلك وتقول لي ايه اللي خطة بتاعتك. ايه اللي. بس كل ده حاجات مش فرق معي. ليه. لان انا عارف ان شاء الله بإذن الله هتيجي يعني. مش بستعجع لي ليه. بس الواحد كان عنده حماس فترة معينة. تمام. اه. نرجع تاني للموضوع. اوكي. من بدلات الحكام. اه. من ضمن بدلات الحكام. عملنا الاختبارات اللي يقه البدنية والفنية. عملنا المعسكرات هلاية شغالة دلوقتي. اللي انا كنت مختار برضو الاماكن بتاعتها. سممت انها تتعمل في القاهرة عشان تبقى برضو يا ربي من اتحاد القرة. اتصلنا بالجميع الاندية عشان نقولهم التعديلات بتاعت قانون قرة القدم. اعملت برضو اعملت سيجمينتيشن او اعملت فيه تصور معين. انها خليت الحكام شراح الحمى اللي هما حكام الدرجة والأولى. بديت الحكام اللي هما من سن 23 ل 25 ومن سن 25 ل 30. عشان دولي اقدر اشتغل عليهم المستقبل للفترة الجاية. ومع الاخذة في الاعتبار الحكامي اللي فوق الهربعين اللي عندهم خبرات ينشعون. ودي برضو برضو. واحدة واحدة خلية تمشي واحدة واحدة. يعني هنا برضو انا اقول ما جيت روح تعت مع الناس الاداريين هناك. وقلتوا لما اعودوا زرف عدد الحكام الفعليين. فطلع عدد الحكام زي ما ظهر على الشاشة. ودي بريزنتيشن انا كنت عاملها. دي بتعدد الحكام وبعد كده عدد المحاضرين. وبعد كده عدد المراكبين اللي هما بيديروا المباراة ويرقبوا الحكام عشان يقدروا يقيموهم. بعد كده المرحلة التانية بقى شفت عندي كم حكم دولي. عندي 31 حكم دولي و 692 حكم درجة اولى. وحكم درجة تانية 406 بخلاف حكام الدرجة الثالثة 300. فضلت قسمهم يا كابتن ايه درجات ومراحل. وفي الحكام الدوليين طبعا عندنا ساحة ومساعدين زي ما ظهر هنا على الشاشة. كل ده شغل في خلال 3-4 تيام عشان تقدر تشتغل ببلان معينة وتبقى واضحة يعني. ايه. مع طبعا الحكام الأنسات اللي موجودين عندنا. لا ده انت حالك عامل تصور كامل يعني. تصور كامل ده الناس شايفة بس بحد الشايفة يعني في الاتعاد يعني. عشان اقدر اشتغل عليه يعني. واغتبال حضرتك وبعد كده بعد كده عملتها نسب المراحل العمرية. بس طبعا هنا مش واضحة على الشاشة تمام. وبعد كده عملنا الاختيارة للحكام البطولات المحلية. لان انا كنت عامل تصور كابتن اسلام ان هلعب بطولة الدور العام بالكامل بالكامل ب30 حكم بس. وال30 حكم دول هيبقوا فيهم 20 حكم مسمى. يعني اي 20 حكم مسمى يعني هقول الحكام اللي هلعب بها في الدور ممتاز هم اللي 20 حكم دول بس مسمين. وهسيب 10 اسامية كابتن اسلام مش مسمين. اه. ليه 10 مش مسمين؟ وليه 20 يا كابتن؟ هقولك ليه. انا لازم انطقي افضل الناس عشان اقدر انجح بالمسابقة. بس خلي بالك انا في البداية وقتلك 30 بس 20 مسمى. و 10 اسامي هسيبهم فضين. مين العشر اسامي هسيبهم فضين دول؟ دول هخليهم هشجع بهم الحكام اللي بلعبوا في القسم التاني عشان يبزروا اكتراجهم. ويخشوا من ضمن ايه؟ التلاتين. ونفس القصة بالنسبة للحكام المساعدين. يعني في حاجات وبعد كده اسمنا المعسكرات اللي ابتدت من واحد. ليه شغالة بالفعل؟ ليه شغالة بالفعل؟ دي كلها دي احنا كنا عاملينها من الاول. يعني انا هو كابتن وجيه ودكتور عزب بصراحة. كنا تيم شغالين مع بعض. ما مشوا ولا كملوا؟ لا لا هم مكملين. دول مهمين. دول مهمين دكتور عزب كابتن وجيه مهمين جدا في اللجنة. تمام؟ وبعد كده بقى وانا تقييم الحكام ازاي بنقدر نعمل حكام وعملين سيستم معين. ليه في التعيينات عشان ما ينفعش مثلا اجيب حاكم مثلا بالطريق الخطأ الفرقة مثلا خلال مرتين ورا بعض. او حاكم مثلا عنده لقدر له مشكلة مع فرقة ما تجيبوش تاني لازم تستنى عليه شوية. وتقدمه تاني في وقت تاني. هناك كورات كتيرة يعني ان شاء الله باذن الله يا ربني وفق الحكام بس المسلم ده ان شاء الله. كابتن سامير الحكام الاجانب. بالنسبة لك. انا من ضمن الحكام من ضمن الحاجات لما كنتم انتفق مع كابتن سروة سيلا مكانش يبقى في حكام اجانب. غير في مباراة القمة الاهلي والزمالك. بس ده انا طلبت منه حاجة برضو عشان يبقى واضح. قلت له ايه. انا عشان اخد كرار زي ده كابتن اسلام يبقى لازم لازم الاندية مقتنعة بمستوى الحكم المصري. هتقتنع بمستوى الحكم المصري. وفيها كابتن اندية مقتنعة باي حكم في اي بلد. اعمل اللي عليك. اعمل اللي عليك. تمام. وهيأ الحكم بتاعك باسلوب كويس. وبعد كده تقول انا مش هجيب حكم اجنبي. تمام. ودي كانت يعني الخطة بتاعتنا. ان انت بتجيبش حكم اجنبي. بالضبط. والنسبة. كان من الممكن اللي انا سمعته يعني. كان من الممكن انت تجيب حكم اجنبي. لغاية لما يتم تطبيق تقنية الفي ار. بالضبط كده. اه. انت بالنسبة لك كانت الشغل الشغل كيفية تطبيق تقنية الفي ار. خلال المسم ده. ولا لا. كان المسم ده صعبة. المسم ده صعبة. شيفه صعبة جدا. لانت هتجيب الناس. ما قلت لحضرك. العنصر باشي هتمرن امتى. لو جبت الناس من برا انت معندكش الاجهزة. خلاص. لو صفرت الناس. طب انت هتعملي في الدور العام. هتأجل الدور العام. وخلي بالك انت لازم تحط برضو على الناس عندها خبرات. طب. لهم الحكام الصف والانت بتلعب بهم في الدور العام. طبعا هي موضوع مهم. لازم بيبقى فيه دراسة مستفيدة فيه. عشان تطلع قرارات ومترجعش فيها. فعشان تطبقه بعد شهرين بعد كده تطبقه في الدور الثاني. اتمنى يا رب يتطبق بإذن الله. كانت انزعلان؟ لا خالص. والله اعرف ليه. لان بيينتلي مين اللي ممكن يقف معك. مين اللي موقفش معك. والحمد لله يعني. انا الحمد لله رب العالمين امتلك حاجة كويسة. كابتن اسلام الحمد لله. يعني ازعم ان كل الحكام الحمد لله يعني. بيحبوني وبسندوني. وكان عندهم ايه. حماس للتجربة. لان اول مرة انا بقى اجي. الناس القبل كده اجربوا قبل كده. اتمنى يا رب التوفيق للناس كلها بإذن الله. وكل واحد يعرف شغله. لان اكيد هيجي في وقت كل واحد يقدر يقدم الحاجة اللي هو كان نفسه ويعملها. بالزعلان خالص بصراحة لان انا على طول يعني ايه. انا عارف اني باكتهد. وطالما انك بتكتهد يبقى اكيد ربنا هيديك خير يعني بإذن الله. مخفتش مرة تانية تيجي قناة الاهلي؟ انا اخف في حالة واحدة. في حالة واحدة. لو انا مثلا بقول الكرة دي مش فاول. بس تفاول عشان يقعد في قناة الاهلي. انا يما كنت قهد معاك انت وكبت سيادة عبد الحفيز. وخراءات كتيرة في قوة. بس في الاخر بتقول ايه. ده رأيك انت التحكيم. ودي انا قلتها اول ما روحت. هل في اي حد هنا فرض علي. عمر ما حد هنا علي فرض. اقول لي ومواجه. طب الحمد لله. ونفس القصة. اصلي فيه ناس تانية بيتم فرض عليهم. انا متأكد. فيه ناس بيتم الفرض عليهم. قول كذا ومتقولش كذا. ايه. او متجبهاش. او ايه. او متجبش اللقطة. او متجبش اللقطة. انا هنا بصراحة. اما كنت موجود هنا. مع حضرتك. ومع كابتن اسلام. ومع كابتن محمد فاروق. وكابتن عبد الحميد. اه ميدو قبل كده. محدش كان بيقول لي ايه. جيب او متجبش. خلاص. احنا بنشوف اللقطة. وبنتناقش فيها. لأ حالك قلتلي مرة. وانا بقولها هو على الهوى. لو تفتكر معرفش حالك فاكر. مباراة المقصة والأهل. تمام. وحصلت ان رمضان صبحي اعتقد كان عامل فاول قبل ضربة الجزاء. ووادي دجلة والأهلي. اه ووادي دجلة والأهلي. مش فاكر المطش تحدينا لكن كان كده. وهاك قلتلي لا هي ضربة جزاء ولكن في فاول قبلها. بالضبط كان. يعني انا فاكر. فبالتالي. كل الكلام ده كابتن سامير. يعني انا من وجهة نظري. اه. كل واحد وليه يومه. وكل حاجة وليه هيومه. ان شاء الله. اكيد ربني يجيب الخير يا كابتن الاسلام. وخلي بالك برضو في ناس كتير يعملوا في قنوات منافسة. لأ ما انا عارف بس انا بحبش اتكلم على الغير. بالضبط لا. لو حد قعد قدامي هقول له كلام. بالضبط لا انا بقول لك انا بقول لك يعني في قنوات منافسة. بس طالما انتك بتقول الحالة تحكي مين انت شايفة. بدون اي ضغوط خلاص. عندك شاية مشكلة. لا لا خلاص. خلاص. لا يوجد شيء معين. ان شاء معنى على علاقة. بشكلها. دعنينا في قناة الاهلي. وما يحدث داخل قناة الاهلي. فانا بشكرك كبتن الاسلام. مشكلة لك بسبب تعمله. لقد اضع على المقابلة الجميلة دي. وكل التوضيحات التي التي وضعتها لنا اليوم الوضعها لجمهورك. وانا متأكد. الخير دائما موجود. الحمدو الله. الحمدو الله. والذي مكتهد دائما نصيبه جابا يجيلي. أنا بصراحة أنا بشكر حضرتك على الدعوة دي الدعوة دي كانت مهمة جدا بالنسبة لي أنا أدعيه على فكرة بس عشان ما يكلنيش في الكلام أنا أدعيه بقالي إسبوعين بس ماشي حبيب أصلاك كاب سبيل بحبه وجماعة حبيب إسلام حتى من أهام الملعب يعني ربين يخليكم متشكر جدا ويا رب التوفي للجماعة والتوفي يا رب للحكام زمالي إن شاء الله يعملوا مسم كويس يا رب بإذن الله أخيرا أنت متخيل أن هيحصل مسم كويس؟ يا رب يا رب يعملوا مسم كويس والله صعب يركزوا بس والله العملية محتاجة تركيز بس تركيزوا حاجة تانية ودي أنا قلتها لهم مرة أنا عدت مع حكام الدفولين مرة واحدة مرة واحدة قلتونوا محبوا بعض إنت لو تمنيت الخير للحكام زميلك ربنا هيجب لك الخير وسهولة في المباراة ولو ما تمنيتش خير أكيد ربنا مش تلافظ هتلاقي الدنيا وقفة بزرط يا رب إن شاء الله يركزوا بس أمشكرك شكرا جزيلا أنا كابت سامير شكرا جدين ان شاء الله أنا تقابل قريبا إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا للكابت سامير عثمان هل طلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل للنقمة كبير الكابت الفاتحي نصير هتكلم مع الكابت الفاتحي كنا نتكلم مع بعض أنا وهو وكابت سامير دلوقتي قبل يقول لإسلام في حاجة اسمها ليحة في حاجة اسمها يجب أن يتم تطبيق اللايحة طب هاللاحة موجودة ولا مش موجودة كلام كتير جدا هتكلم فيه مع كابتن فتحي مصير بعد عبر فاصل